اليوم حضرت لكم مقشرات للبشرة من أجل إزالة الجلد الميت والخلايا الميتة من الوجه وتفتيح البشرة بطريقة طبيعية وتجعل الوجه يستقبل الماسكات بنجاح ويتشرب فوائد الزيوت الطبيعية أيضا إلى اللواتي بحثنا عن النظارة عن بشرة نقية نظيفة خالية من الشوائب والقشور خالية من الخلايا الميتة والجلد الميت أيضا هذه المقشرات لجميع أنواع البشارات وكل وحيدة تختار المناسب لبشرتها وهي تعتبر ماسكات ومقشرات في نفس الوقت تابعوني أخواتي خطوة خطوة مع هذه المقشرات وضروري تستعملها بطريقة صحيحة لأنه بعد المقشر ضروري من استعمال الطنر لقفل المسام أو المكعبات الثلجية تابعوني أخواتي المقشر الأول عندنا ملعقة من مسحوق جوز الهند كوكونيت باودر مسحوق الجوز الهند هو ناعم على البشرة وصالح لجميع أنواع البشارات حتى صاحبة البشرة الحساسة بإمكانها استعمال هذا المقشر نظيف لها ملعقة من مسحوق الأرز الرز الأبيض العادي جدا إطحانيه أو اشتريه جاهز مطحون هذا المزيج يقشر البشرة يزيل خلايا الميتة ويعطيك تفتيح للون في نفس الوقت نجمع المكونات بالزبادي الطبيعي الياغورت الطبيعي دانون مسوس الروب الطبيعي حسب يعني كل بلد كيف يسميه ليس فيه نقه تجدون هذا المحلول اللي فوق الزبادي هذا نستغلوه هو ممتاز قوموا بتعريض البشرة إلى بخار خفيفة طبقوا هذا الخليط على كل الوجه على الرقبة اتركوه لمدة عشر دقائق وبعدها ابدأوا بفرق بسيط دائري اعملوا فرق دائري من اجل جريم الدورة الدموية وتدفق الأكسجين والدم إلى البشرة وبعدها اتركوه عشر دقائق ثانيات يعني المجموع عشرين دقيقة وازيلوه بلطف بقطمة مبللة بماء دافي وبعدها اغسل الوجه بماء بارد لقفل المسام يقرر هذا المسك مقشر مرتين في الأسبوع يعطيك تفتيح لللون يعطيك شد يعطيك نظارة يعطيك اشراقة للوجه يعطيك وجه محمليك جربوا خواتيه ودوموا عليه وكتبوا لأرأكم في التعليقات ننتقل الآن إلى المقشر الثاني نحتاج إلى زيت جوز الهند قوموا بإذابتها إذا كانت جامدة الأرز الأبيض العادي جدا اللي تطبحوا به اطحنوا في البيت أو اشتروه مطحون من عند العطار قموا بنخله يعطيكم مسحوق الأرز له فعالية رائعة في تفتيح اللون وتقشير البشرة وإعطائها مظهر محملي ممتاز ضعي ملعقة كبيرة وإجباعي الخلطة بزيت جوز الهند عرضوا البشرة أيضا لبخار خفيفة أو فوطة مبللة بماء دافي من أجل فتح المسام طبقي هذا الخليط على الوجه كامل على الذقبة على اليدين قومي بعمل الفرك بسيط الدائري وتركيه لمدة عشر دقائق أزلي بفوطة مبللة بماء دافي وكرر العملية بماء بارد لقفل المسام ورشي التونر بعد ذلك التونر عبارة عن مغلة ماء الأرز أو ماء الجزار ماء الخيار نتركي لكم الروابط في صندوق الوصف يقرر هذا المقشر مرة في الأسبوع بالنسبة لبشرة الجافة بالنسبة لبشرة الدهنية مرتين في الأسبوع بالنسبة لبشرة الحساسة تستعمل مقشر الأول أفضل المقشر الموالي يعتبر ماسك ومقشر في نفس الوقت نحتاج إلى الحمص مثل ما يظهر في الصورة دقيق الحمص الحمص إطحانه وأنخوله أو اشتريه جاهز مطحون منخول هكذا نحتاج إلى ملعقتين حسب يعني احتياجك نضيف له عصير الخيار حبة خيار وبشورها بشر ناعم واستخلص عصيرها في المصفات اليدوية ملعقتين وملعقتين من عصير الطماطم حبة طماطم أبشورها واستخلص عصيرها واحتفظ بمبشور الطماطم نحتاجه في الوصفة القادمة نضيف ملعقتين من عصير الطماطم ونضيف ملعقة من الزبادي الطبيعي الياغورت الطبيعي دانون مسوس كل بلد كيف يسمي الروب الطبيعي احرك المكونات مليح طبيقها على البشرة تكون نظيفة مررها مأتمر كله على الوجه وعلى الرقبة بإمكانكم استعمال هذا المقشر حتى على اليدين افريكي فرق بسيط ناعم دائري كأنك تعملي غسل الوجه طبعا بعكس اتجاه الجاذبية السرق الدائري من الأسفل إلى الأعلى تركه لمدة عشر دقائق بإمكانكم أن تشطفوا البشرة مباشرة بعد الفرق يعني بعد خمس دقائق من الفرق أو بإمكانكم أن تتركوه لمدة ربع ساعة عشر دقيقة وتغسله يعني يعتبر ثنين في واحد ماسك ومقشر في نفس الوقت لكن الاختيار في طريقة استعماله ووقت استعماله باوموا على هذا المقشر مرتين في الأسبوع ممتاز النتائج راح تلاحظوها بنفسكم يعطيكم بشرة ناعمة ورطبة مثل الحرير ننتقل الآن إلى المقشر الموالي نحتاج إلى دقيق الشوفان الخرطال كل بلد كيف يسميه رائع للبشارات نضيف له القليل من الحليب الشوفان يبع في محلات المواد الغذائية أو عند العطار طبقي هذا الخالط على البشرة طبعا هذا المقشر صالح لصاحبة البشرة الحساسة أكثر ولكل البشارات أيضا أفريكيه فركناع بسيط دائري وأخسله يطبق هذا المقشر مرة أمرتي في الأسبوع رائع النتائج ننتقل الآن إلى المقشر الموالي نضيف له القليل من الحليب نغمس قطنة مررها على البشرة بسرق دائري ناعم لمدة دقائق أخسله بماء دافي وكرروا العملية بماء بارد لقفل المسام أو مرروا مقعبة الثلج وما تنسوش وضع التونر بعد ذلك سواء تونر ماء الوردة أو التونر المناسب للبشرة نترك لكم رابط التونر في صندوق الوصف وأيضا ما تنسوش الترطيب بأحد الكريمات المرقبة لقفل المسام أو استعمال جل الصبار لأنه جل الصبار يقفل المسام ويغذي البشرة في نفس الوقت إذا كان غير متوفر عندكم جل العبوة استعملوا جل النبتة لأنه فوائد المقشر تزيل الخلايا الميتة من البشرة القشور من البشرة خصوصا في الفصل البارد كما هو الحال في الجزائر هذه الأيام أو في الدول العربية الدول الثانية أو في جميع دول العالم ضروري من تقشير البشرة من أجل إزاية القشور والجلد الميت والخلايا الميتة تجعلكم حتى بدون ماكياج تبين البشرة نظرة جميلة محملية ورطبة وناعمة